اول مباررة اسميها ليك كانت مع المقاصة كانت قدام فريق ايه؟ الجونة ماتش ده خلص كم كان؟ واحد سفر الجونة عندك كم الف فولوارز عن استجرام؟ دلوقتي؟ 14 صورتك مع محمد صلاح تشيرت جابت كم لايك؟ تقريبا ستة او سبعة اخر كلام؟ والله ما عارفش عارف سبعة تلاف اتنين واربعين؟ ايه انا اقول لك سا خدت كم انزار بموسم الماضي؟ الماضي ده؟ اربعة في الدوري؟ في الدوري؟ اربعة اتنين؟ لا لا اربعة اتنين خلاصي بقى اتنين قدام سيراميكا والجيش؟ خلاصي بقى قدام سيراميكا والجيش؟ او مباراة ليك كانت مع البنك الاهلي كانت امام ودي ديجلة خلصت كم كام؟ واحد واحد طيب مين جاب جون ديجلة؟ صلاح اميه تدي نفسك كم من عشرة في الزاكرة؟ يعني ستة من عشرة ده كده عشرة من عشرة خلصنا فاكرة الزاكرة مع الكابتن احمد ياسين ونروح لفاكرة المانتومان نشوف فاوة مدافع داولة هنعرف نرقصه ولا يوقفنا؟ كوبري ايه اكتر مكوف كوميدي حصل لك في الملعب او حاجة ده حكت عليها اسنان مباراة معانا مصور النادي البنك محمد شريف على طول كمدافع بتقول طالع او نشد حلنا كويس يعني نشد حلنا رجالة وكده عما يكون فرقة مزهرة بشكل كويس وكده فعلا طول هو ببصلي وندحك على طول الكلمة دي يعني تشميسة البست تشيرتي اللي اخدتوا من محمد صراح وكان مقاسوا ايه؟ هو مقاسوا ميديام بس انا بلا البس لارج بقى ما لبسته وش باكورد لو طلبوا منك في الملعب حالس مرمى تحت اي ظرفة تعمل ايه؟ توقع يدخل فيك كم بون؟ لا اقف عادي بس هيخش حوالي عشرة تسعة كده هنلعب دلوقتي لعبة اكسو مع الكابتن احمد ياسين ابدأ كابتن شمعنا اه ده تابلوق هلا فالخير هاقفل عليها خفل جمعني جدا لازم اكسب ن عاطول باكسر لما هفلت لما هفلت كين هاél فinned هيا خلاص هيا لو الكابتن عادل مصطفى والكابتن ميدو هيعمله تقسيمة تحب تلعب مع مين فيه بص مع الاتنين بس كابتن ميدو بحط ضغط عليك اكتر يعني كابتن ميدو لو ماكسبش هيعمل فيك ايه؟ لا بيدرب طبعا ضربك قبل كده عشان ماكسب؟ لا بيزعل بيداي وبيفضل يزعل في التقسيمة وكده وينزل يلعب خبط جامد جدا مرة كنت مع كابتن عادل وهو يخبط جدا لا بيخبط جامد جامد لسه؟ اه طبعا طبعا لعب كبير بيقولك بقى انا وصديقي ابراهيم وفيتش ويفضل يقولك كده في المحاضرات انا لعبت مع نجوم العالم وكده لا 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 خالص خالص كابتن ميدو خلي بالك يعني انت لو معاه في القوضة وكده في قط اللبس لا شخص محترم جدا وانت بتحب وانت بتستمتع وانت بتتمرن تحت يده طبعا بيعمل مكافئات للعيبة كده ويجيب لهم هدايا ويحفزهم ولا هو في الملعب بس والنادي هو اللي يشيل المكافئات؟ لا هو كابتن ميدو خلي بالك يعني كفاءة انت كلعيبك وورا ان المدر بيقولك كلمة يعني كويسة ان انت كويس النهار دي دي الهدية بالفلوس الدنيا كلها طبعا لسه على تواصل معا؟ اه طبعا اخر مرة شفت ويمت لا من فترة بس اتكلمنا وانا في الطولة العرب يعني شد حيلك وكده وان شاء الله تعلم بطولك كويسة بس مكلمكش بعد استبعادك من كاس الامة؟ لا 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 خلص كده احنا خلصنا فاكرتنا ليكسو واللعبة اللي احنا بنلعبها مع ديوفنا والكابتن احمد ياسين وهنلعب دلوقتي بقى ايه؟ التنطيق بكورة التنس هنشوف هيجيب فيها كام طبعا زي ما احنا شوفنا ياسين ما شاء الله ليه نطق بتاع عشرة بكورة التنس ما انت مهار يومش مش مدافع وشوته على طوله خلاص نعم بتعلم منك طبعا قولينا النادي اللي نفسك تلعب فيه عالميا ايه هو؟ خلي بالك انا اول فريق شجعته في حياتي كا في اوروبا كنت انا صغير وكانت لسه كنونة اللي ارتي طلع فكنت اتفرج على طول النادي سلتك الاسكوتلندي فالنادي ده بشجعه من الزمان جدا بتعرف اسم العيف فيه دلوقتي؟ دلوقتي؟ دا بتعرفت كام اسكوتلندي؟ انا اصلا اسكوتلندي انا اصلا اسكوتلندي انا اصلا اسكوتلندي اشتركوا في القناة